يا مساء الخير يا مساء الجمال على مشاهدين قناة الصحة والجمال اتشرف ان اكون معاكو هالا رشدي النهاردة في حلقة اولى حلقاتي هنسميها بكرة احلى مع هالا واكيد بكرة احلى بالبنا الحلو بدحكتنا بابتسامتنا بطموحنا اكيد بكرة احلى النهاردة الحلقة بتاعتي او الحلقات هنشتغل عليها ان احنا نخرج كل الطاقات السلبية اللي جوانا ازاي بكرة يبقى احلى بحاجات بسيطة ان احنا ندور على الاجابيات ونتعامل معاها فقراتنا هتكون فنية اجتماعية ثقافية بحاجات بسيطة واولى فقراتي هتكون دايما مع فقرة همس القلبك همسيتي القلبكو النهاردة بتقول يلا نبتسم لما نصح الصبح بص النفسك في المراية شوف شكلك عامل ازاي لو لقيت نفسك عبوس ومتدايق اضحك ابتسم الله صورتك حلوة قوي شكلك جميل ايه رأيك لو انت ابتسمت الاهل بيتك الاهل بيتك هم الاولى بيك واولى بابتسمتك وانت نازل شغلك ابتسم لما تروح توصل للشغل ابتسم كلنا عندنا طاقات سلبية كلنا عندنا كئبات كلنا عندنا حاجات بتتعبنا متستخصرش فينا ابتسمتك الابتسمة صدقة الابتسمة رسول عليه افضل الصلاة والسلام حسنا بيها ان احنا نبتسم لان نبناخد عليها فعلا درجة من درجات العليا عايز اقول لكم في حاجة كده بدايما بتقول ايه والنبي تبسم ايه رأيكم نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونشوف ضفتنا الجميلة النهاردة اللي هتساعدنا بطاقات ايجابية وهتنور حياتنا كتير ان شاء الله ورجعنا لكم تاني معانا النهاردة ضيفة انا اتشرفت معرفتها من سنين طويلة بجد هي دتني طاقات ايجابية هي علمتني حاجات كتير مع انها اصغر مني بكتير فده دليل ان احنا بنتعلم طول ما احنا ماشيين في الدنيا دي فيش خطوة بنخطيها الا فعلا ما بنستفيد معلومة معايا ضفتي النهاردة البش مهندسة الجميلة رانيا سامير درويش مهندسي ديكور وعندها هتكلمنا النهاردة عن حاجة جميلة جدا علم الطاقة اهلا بيك يا بش مهندسة اهلا بيك اهلا نورتيني وشرفتيني واكيد انا اكتر حد هستفيد منك النهاردة انا ليس معايك وجودي معاك الله يخليك يا ربك كده تبقى حلقة كلها طاقات ايجابية ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله اول حاجة يا بش مهندسة احنا حبين نعرف هو ايه اول حاجة ايه العلاقة بين الطاقة وعلم الطاقة اللي احنا بنتكلم او درستيه وبين الفنون الجميلة اللي انتي برضو اشتغلت عليها ايه العلاقة بين الاثنين هو انا بالنسبة لي يعني بشكل شخصي انا درسة فنون جميلة قسم ديكور بشتغل في المجال بتاع الديكور واستهواني قوي ربط الطاقة بالديكور اللي هو طاقة المكان العلم ده علم كبير جدا وجميل وبسيط في نفس الوقت يعني ممكن الناس تنفزوا في حياتها بشكل بشكل يعني بسيط مجرد انها تعرف بس يعني بعض الحاجات اللي بتنفزها في الالوان والتناسق وبرضو اتجاهات الهوى واتجاهات حتى انا عرفت انه حتى الديكور بتاعي في البيت لما بحطه بطريقة معينة هو بيديني طاقات ايجابية وممكن لو حطته بطريقة تانية يديني طاقة سلبية يعني هو طبعا المكان مهم جدا يعني ده مثلا شرق غرب جنوب شمال شرق كده كل حاجة ليها وده بنا عرفه من مربع الباكو وفيه برضو الماتيريالز مهمة جدا اختيارنا للخمات في الاماكن وفي الاركان دي مهمة والالوان التناسق العام ده برضو حاجة مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها في مكان ده بيعتمد ان انا مثلا اللون الفلاني بيعجبني فممكن ده بيريحني نفسيا فبشتغل عليه وحطه في بيتي ولا مفروض ان انا امشي طبع حاجات معينة بعلمه معين ان انا ابدأ انصقه علشان ارتاح واريح الناس اللي عندي في قلب البيت مثلا هو انا بالنسبة للالوان المريحة ليا دي طبعا اكيد هي بتبقى محطوطة في الاعتبار بالنسبة لنا اللي هي مريحة بالنسبة للناس اللي موجودة في المكان بس انا بالنسبة لي في يعني بالنسبة لطاقة المكان كعلم لو انا مثلا محامي وانا برتاح لالوان مش مناسبة للمحاماة لو انا دكتور وبرتاح لالوان هتضر المرضى ما ينفعش يعني أنا لازم برضو أعرف أنا توظيفي للمكان ده إيه يعني المكان أنا عايزة منه إيه أصلا علشان أوظف الماتيريالز والألوان بتاعتي في المكان بشكل صحيح طيب علشان نقول معلومة كده بسيطة للمستمع أو المشاهد هو إيه علم الطاقة أصلا يعني إيه تفسيره علم الطاقة ده علم شمولي يعني هو داخل في كل حاجة في حياتنا وإحنا بنعرفه ليه أصلا بنعرفه علشان حياتنا تبقى أحسن ونوصل لأهم حاجة التوازن التوازن هو هدف علم الطاقة كله في الدراسات كلها إن إحنا نوصل للتوازن أو لما الإنسان بيوصل للتوازن خلاص هو بيبقى الدنيا مرتاح نفسيا في السواء بقى كان مكان سواء مع جسمه يعني حتى في التعامل مع جسمنا إحنا الأمراض أصلا يعني في علم الطاقة يعني مسببها عدم التوازن أو خلل طاقي ده يعني كل علماء الطاقة أو دارسين علم الطاقة بشكل عام وبرضه في دراستي في العلاج بالألوان إن أصلا الخلل بييجي في الأجسام الطاقية قبل ما بييجي في الجسد الفيزيائي اللي إحنا بنشوفه إحنا مش شايفين حاجة صغيرة قوي مننا يعني في مقولة علي بن أبي طالب بتقول وتحسب أنك جرم صغير وفيك أنطول عالم الأكبر الله طيب هو ده ده بيرجعنا إن كل الطاقات اللي إحنا بنتكلم عنها هي أصلها في الآخر هو أصل ديني يعني الحاجات الدنيوية اللي إحنا بتعامل بيها هي الأساس بتاعها أصل ديني بس العلماء هم اللي بدأوا يعني يتفسروا الموضوع أو أنه هم يعرفوا معلومات عنه علشان يطلعونا الفكرة الجديدة لكن هي مش جديدة هي قديمة هي قديمة جدا جدا وأول ناس يعني بدأوا في العلاج بالألوان والطاقة واستخدموها في المعمار بتاعهم والكلام ده ممكن نشرح الكلام ده يعني ده أكيد إحنا لازم إن شاء الله هم القدماء المصريين ومعروف في البرديات بتاعتهم حتى بناء الهرم البناء الهرم ده بشكل هرمي بشكل هرمي ده أصلا مبني على أساس طاقي بدليل في حاجات بتتحل الجوة وفي حاجات الحد النهاردة هي ما تحللتشه بسطورة بتاعتها الطبعية بالظبط أو الأكل اللي هم كانوا بيحطوه وحتى همee وحتى هم تعملوا مع الألوان مع الممياء يعني الممياء كانوا بيلفوها باللون الأخضر عشان طاقة اللون الأخضر مع الهرم الشكل الهرمي عشان تحافظ على أكبر تجمع أكبر طاقة إيجابية يعني وكمان لون الأخضر بيترود الطاقة السلبية من الألوان اللي بتترود الطاقة السلبية فبيلفوها مع المميئات علشان تحافظ عليها يعني ده من ضمن الحاجات اللي هم يعني هم علموهم كبير بصراحة وبالنسبة بقى الربط الأديان بعلم الطاقة يعني هو أصلا الأديان حتى السماوية كلها يعني أنا مش بتكلم على الدين الإسلامي بس هو كل الدين الإسلامي بالنسبة لنا يعني الحمد لله كلمسلمين كل دين وليه رسالة تحته إنه هو متمم لجميع الأديان فكل الأديان فيها طاقة يعني كل الأديان سبحان الله هو لأن الطاقة أصلا هي الفطرة يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني مثلا هقول حاجة بالنسبة حتى فصول السنة يعني فصول السنة يعني فيها علم ين وليانج آه يعني أنا قريت عن ين وليانج وعجبني جدا بصراحة أنا ما كنتش متخيلة إن فيه علم كده ممكن يبهرني إنه هو يعني أنا قريت فيه إنه هو مثلا في أشد الحالات اللي هي المصائب والابتلاءات والكلام ده كله ساعد يقول لي إحنا بالمثل العام بتاعنا نية خلاص مدام يعني قفلت كده حتنفرج وهتفك فعلا يعني دايما إنه مع العسري يسرى يعني مربوطين ببعض كل شيء مربوط بتضد بتاعه علشان يكمل بعضه يعني علم ين وليانج ده ممكن نسميه علم المتضدات هوا اسمه شرقي يعني جاية من لا من الصين من الصين هو أصلا هو الاسم ده موجود في كل حاجة بس في الصين يعني هو يعني موجود في الصقفة الهندية والزنانية وفي مصر أو في الوطن العربي عموما بيسمى الزكر والأنسة أو الفالي و30% ينج يعني لازم علشان نبقى متكاملين بيبقى فينا لاتنين علشان يحصل توازن بس يعني ربنا لما خلق سيدنا آدم خلقوا كإنسان خلقوا كإنسان متكامل فيه طاقة الين واليانج متوازنة وخلق منها زوجها يعني خلقناكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يعني ربنا خلق من سيدنا آدم السيدة حواء هي طاقتها طاقت فعلا الأكتر في المرأة هي طاقة الين والرجل هو طاقة الينج بس هل إحنا 100% لو هو يانج 100% كده صح لأوه مش ما يبقى متوازن الينج اللي هو الصلابة والحار والحاجة اللي فيها الشدة فيها لا يا تصلب يعني دايما يقول إن إيد الشمال هي الينج فيها القوة إيد اليمين اللي هي فيها السلام فهي بتاخدك يعني فيها روح من الجو هو طاقة الينج طاقة طالعة من الأرض إلى السماء وطاقة الينج نزلة من السماء إلى الأرض عن طريق الناحية الشمال يعني أو النصف الشمال من الإنسان والينج طالعة من ناحية اليمين تمام؟ حتى أعضاء الجسم يعني إحنا وإحنا برضو في العلاج النفسي بالألوان يعني فيه علاج عضوي مع علاج نفسي العلاج النفسي بالألوان لو فيه شيء ليه علاقة بالأم بيبقى دايما فيه اضطرابات في الأعضاء على فكرة اليمين اللي هي الناحية اليمين والعكس لو فيه مشكلة عند الأب فهو طبعا العلم ده متعمق شوية اللي هو العلاج بالألوان بس يعني كل عضو من أعضاء الجسم فيه عضو ينج وفيه ينج برضو وبنتعامل مع بالأسلوب ده تمام؟ بالنسبة بقى لليمين والشمال سبحان الله طاقة الين طاقة السلام فعلا وطاقة هدوء وسكينة وده مش معناها أن الينج وحش يعني لا مش وحش بس هي صفات هي صفات يعني حتى بيقولك مثلا الين سالب هو مش سلبي سالب زي بالزبط مثلا سلك الكهرباء بيبقى فيه سلب ومجب عشان الطيار يمشي بيكملوا بعض فسبحان الله علشان طاقة الين يعني طاقة الين بتمتص بتمتص شوية وطاقة الينج بتطرد فالرسول صلى الله عليه وسلم وصنا أن احنا ندخل مثلا يعني بندخل برجلنا الشمال في الأماكن زي الطايلة والأماكن اللي هي الخلاء وكده علشان ما نسحبش منها طاقة سلبية ودايما يعني سبحان الله احنا دايما أمورين احنا ندخل الأماكن ديات بتطرد برجل الشمال والأماكن الثانية اللي هي زي مثلا المساجد الأماكن اللي فيها بركة امتص ندخل طاقة إجابية يبقى أنت خد باليمين بناخد باليمين بنسلم باليمين لأنه هو أصلا الريدي لما حد بيسلم على حد المسجد طلع منه طاقة حب اه بالضبط كده اه بالضبط كده اه هقولك حاجة يعني الطاقة موجودة في كل حاجة في الكون اه تمام الطاقة موجودة يعني أنا بعتبرها موجودة جوه الإنسان الطاقة أكبر مصدر للطاقة للإنسان نفسه هو 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 عايز يعمل ايه هو بقى يعني مثلا هتقول بقى مثلا الشمس فيها مصادر الطاقة طبعا والألوان والكلام ده احنا بنمتص منها الألوان كلها اللي بتتعالج بيها وهي ليها علاجات فيه علاجات كتير على فكرة لمجرد انك تتعرض للشمس بس مثلا بس أنا بشوف ان مصدر قوة الطاقة هي القلب يعني القلب هي أو مش القلب اللي هو العضو العادي لا يعني الضمير أو في الجسد مضغى ايوة اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله قالوا هي القلب اشمعنا القلب لأنه هو المتحكم هو المتحكم في كل حاجة ولا العقل القلب هو يعني فيه في علم الطاقة بيقولك ان الطاقة اللي طالع من القلب اللي بنمتصها طبعا من نور الله سبحانه وتعالى وبالإيمان يعني عموما يعني في كل الأديان يعني انا مش مش حابة احدد مثلا اتجاه معين يعني احنا بتكلم ان ده احنا مرتبطين اصلا بالدين في كل حاجة في حياتنا اكيد طبعا والدين كله طاقة يعني حتى حتى في الصلاة التأمل موجود اللي هو فين؟ يعني التأمل موجود في الصلاة يعني اللي هو في المواعيد بتاعتها يعني احنا عندنا العناصر الخامسة اللي هي المكونات اللي هي مكونات الطاقة اللي هي أصلا تدرج الين والينج اللي هي الأرض والعنصر الطراب والعنصر النار والمعدن والخشب والماء دول كل حاجة بقى يعني دول هم التدرج الطاقي يعني أعلى حاجة اللي هي الينج عالي جدا اللي هو طاقة النار والين الشديد جدا اللي هي الماء تمام؟ بيطفئ بيقولك مثلا بالله يعني لو هنفصرها بقى بالحياة بتاعتنا بيديم المحدي متعصر بيخسر الوشك بالمية المية بتهدي 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 والوضوء صح الوضوء بيمتص الطاقة السلبية بشكل غير طبيعي وبعدين دي موجودة في الصلاة أنا كنت بس أحب أوضح وجود الطاقة كمان حتى في توقيت في الصلاة أن على مدار اليوم إحنا عندنا طاقة الليل طاقة الماء تمام؟ فسبحان الله طاقة الماء دي إحنا لازم نبقى هاديين جدا زي يعني طاقة ين جديدة فإحنا لازم نبقى هاديين جدا الجسم أصلا بيشتغل جوه عايزنا نبقى هاديين عايز يبقى فيه نوع من الهدوء والشترخاء فلازم نينام في الجزء اللي هو الوسط اللي هو الأول من الليل يعني بعكس إن إحنا دلوقتي دايما أنا بصراحة شخصيا برقتي أرجع أن أنام في موعيد من بدري يعني سبحان الله ما ببصي حتى على الحيوانات أنا دايما أصلا بيتابع الحيوانات كويس قوي بلاقي إن هو نام من بدري وأول مشروع الشمس أو الضوء بيبدأ لقي إن هو بيتحرك من مكان بحب أتعبع الحاجات دي جدا فعادت أقول سبحان الله يعني إحنا بنخالف الطبيعة وبنخالف اللي ربنا قال عليه إنه مفروض إن إحنا لنا وقت معين من النوم عشان كده ما كانش بيحصل لنا حالة من الإجهاد وأهلنا كانوا زمان وفي الأرياف بالزلد كان بيصحوا بدري جدا ويعملوا كل المناسك بتاعتهم سواء دينية أو الحياتية بتاعتهم صحيح كده؟ صحيح صحيح لأن فترة النوم أصلا الغدة السنبرية بتبقى يعني ما بتفرسش الهيرمونات بتاعتها غير لما إحنا نبقى نايمين في الضلمة وفي برضو حاجة كده إن ممكن يوم يعني لو إحنا ما بنخاف من الضلمة أو حاجة ممكن نشغل الإضاءة الزرقة يعني هي مش مضرة قوي زي باقية الإضاءات في وقت النوم بس وفي مثلا وقت بتقولي بيصحوا بدري ومش عارفة إيه هي وقت الصبح وقت بعد الشروق ده ده وقت الطاقة اليانجة أعلى حاجة لازم حركة لازم أبقى أنا ماشية مع الكون يعني فبس ربنا سبحانه وتعالى في كل خمس في الخمس أوقات هي انتقال الأوقات دي بالعناصر المختلفة هي وأوقات الصلاة يعني ضغب وعصف رانيا الحديث معاك مسترسل وجميل بصراحة وكله طاقة وكله إيجابية معلش بس وقتنا للأسف خلص النهاردة وإن شاء الله هتشرفيني مرة تانية رانيا وعدتني أن هي كل إن شاء الله شهر كده هتيجي معايا علشان تبوس فينا الطاقات الإيجابية بتاعتها يارب يكون الحلقة استفدتوا منها ولسه عندنا علم كتير وغزارة جمدة جدا إن شاء الله هتفيدكم وأشوفكم الحلقة الجاية يوم الحد الجاية الساعة خمسة ونص انتظروني ما تروحوش مكان تاني أنا في انتظاركم شكرا شكرا شكرا